وزير الاتصالات الدكتور نجيب العوجة أكد أيضا للغد المشرقة للوزارة اتخذت خطوات عملية لاستعادة الاتصالات من قبضة بنيشة حوثي حيث عملت على إنشاء بوابة الاتصالات الدولية والصفر الدولي في عدن بهدف ربط الشركات الجديدة التي ستدخل الخدمة ببوابة الاتصالات الدولية طيب الصفر الدولي اللي عند الحوثيين هو نفس الصفر الدولي اللي بيكون من عدن في نعم هو نفس الصفر مع إضافة مع إضافة رقم ويش الرقمها؟ ثمانية لأنه لدينا شركة ثمانية بيكون لمن؟ لعدن لعدن صفر صفر تسعة ستة سبعة سبعة ثمانية يعني هذا ممكن سبافون هي الشركة الوحيدة المستفيدة من هذا الأمر والشركة الجديدة حتى تستخدم هذه البوابة الدولية والصفر الدولي ولدينا الآن لمسات أخير أنا موجود هنا في الإمارات من أجل لمسات الأخيرة لمشروع اتصالات بين اليمن وبين الأخوة في الإمارات سيكون مشروع واعد وهو كبير كبير والبصمات الأخيرة يتم الترتيب لها